نفى مصدر إيراني مطلع لوكالة إسنا ما تردد عن أن طهران لن ترد على إسرائيل في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحمس كما نفى المصدر ما نقلته رويترز حول نية طهران إرسال ممثل للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين إيرانيين أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى منع رد طهران على إسرائيل